طول الأسابيع الثلاثة اللي فاتت سوريا فيها مظاهرات كبيرة الغريب بالنسبة للناس اللي مش متابعة التفاصيل إن المظاهرات دي في مناطق مؤيدة البشار والأغرب إنها بترفع نفس مطالب الثورة السورية من 2011 برحيل النظام كل ده بيحصل في الوقت اللي بشار خلاص يعني يفتكر إنه عدة من كل اللي فات بعد ما رجع جامعة الدول العربية إيه اللي قالب الآية كده؟ وإيه سبب مظاهرات سوريا؟ وهل ممكن فعلاً تسقط بشار؟ هيا بنا نشوف عشان نفهم المظاهرات الحالية في سوريا محتاجين الأول نقرأ الوضع العام اللي بتحصل فيه في مايو اللي فات حصلت أكبر طعنة للثورة السورية ونص مليون إنسان على الأقل قتلهم بشار ومئات آلاف المعتقلين المختفين في سجونه وملايين هجرهم وخلهم لاجئين في كل حتة في العالم الطعنة دي طبعاً كانت إعادة بشار لجامعة الدول العربية والعودة دي كانت نتيجة لجهود بدأتها الإمارات وبعدها ضمت عليها السعودية أفضلهم نظام السيسي ودول تاني بالعودة دي بشار تطمن وتخيل إنه خلاص يعني فلقت بكل جرايمه وإنه سيطر على كامل سوريا أو المناطق اللي تحت إيده بس وهم الانتصار اللي سيطر على بشار النساء إن الموضوع مخلص لأنه بيحكم خرابة حرفياً وده لأن سوريا فيها صراع مسلح من أكتر من 12 سنة وفيها مناطق خرجت عن سيطرة النظام ولسه بره سيطرته وهتفضل بره سيطرته وفيها قبل كل ده عائلة بتحكمها وبتسرقها من أكتر من 52 سنة وفيه تقديرات بتقول إن اللي سرقته أسرة الأسد من سوريا طول حكمها ما يقلش عن تريليون دولار عشان كده صراع مسلح وثورة شعبية خلصوا على البلد اقتصادياً تماماً سوريا اتهجر من سكانها حوالي 7 مليون إنسان ودي قوة إنتاج كبيرة خرجت من البلد يعني تعادل أضعاف سكان دول عربية كاملة مع بعضها ده غير مناطق النفط في سوريا في دير الزور والحسكة تحت سيطرة الميليشيات الكردية المدعومة من أمريكا وأبرزها قصد اللي هي اختصار قوات سوريا الديمقراطية اللي استولت عليها بعدما هزمت داعش اللي كانت مسيطرة على نفس المناطق وده حرم سوريا من إنتاجها من النفط لأن المناطق دي بتوفر حوالي 90 ألف برميل يومياً بالشكل ده بقت سوريا بتشتري البترول والغاز ومشتقاتهم خصوصاً من إيران إيران بقى رغم أن بشار ركبها على البلد هي وروسيا عشان يحموه ويدعموه ضد السوار في الأول ويدبحوهم معا وبعد كده ضد داعش والميليشيات الكردية وخلاها تعمل تغييرات ديمغرافية في دمشق ومناطق تانية كتير وتسكن فيهم شيعة من إيران وأفغانستان والعراق وغيرهم إيران بعد كل ده برضو حلبت نظام بشار ونهبت سوريا وكمان رفعت أسعار البترول والمشتقات النفطية اللي بتديها لهم الأسعار بقتت ضاعفة أول السنة دي وده عمل أزمة طاقة كبيرة في سوريا وخلا بشار يرفع أسعار الوقود أكتر من مرة زيادة أسعار الوقود طبعاً بترفع سعر كل حاجة بالتالي سوريا دخلت في كارثة اقتصادية مرعبة وبقى 70% من السكان اللي لسه جوا سوريا وتحت سيطرة النظام محتاجين دعا وبقى أكتر من 70% من السوريين تحت خط الفقر مرة تانية إحنا كل ده بنتكلم عن السوريين اللي جوا سوريا وتحت سيطرة بشار ضرب اقتصادية تانية تعرض لها الاقتصاد السوري والمرة دي على إيد الروس الروس بدون أي اعتبار لبشار نطوا على الاقتصاد السوري وبعتوا طول السنين اللي فاتت وفود اقتصادية كانت بتروح المدن السورية وتعمل اتفاقات مباشرة مع القيادات المحلية في المدن دي وبمجابها بتتصدر المنتجات السورية بالرخيص للسوق الروسي حصل ده في مدن من أشهرها حمص وطرطوس وتم ربط المدن دي بالأسواق الروسية بشكل مباشر لدرجة ان روسيا دلوقتي بتعمل رصيف بحري عائم جنب ميناء طرطوس عشان تصدر منه المنتجات السورية الروسية والمنتجات دي بتشمل كل حاجة بتنتجها سوريا زي زيت الزيتون والخضار والفاجهة وخلافه يعني بشار بقى محروم حتى من شوية المنتجات القليلة اللي بتطلع من جوه لأن الروس نطوا عليها وطبعا هو ما يقدرش يفتح بوه جنب كل ده أو نتيجة لكل ده سوريا تحولت لخرابة يعني الكهرباء بتقطع عنها 4 ساعات وتيجي ساعتين ده في المدن الكبير لكن في الأرياف الكهرباء بتيجي نص ساعة بس في اليوم تقريبا لأن الكهرباء يعني بترول والبترول السوري ما تسيطر عليه من الأكراد زي ما قلنا وبشار بيشتري البترول الإيراني بضعف التمن وفوق ده كله إيران بتغلس عليه وحركة السفن اللي بتنقل البيترول لسوريا بطيئة جدا وبتتأخر نتيجة كل اللي فاد سوريا فيها مصيبة اقتصادية ملهاش علاج وبشار كل ما الأزمة تزيد بيحلب الشعب الزيادة وبيرفع أسعار كل حاجة وبسبب الأزمة الاقتصادية الديون على سوريا كترت فالعملة نهارت أكتر والدولار بقى تقريبا بـ 14 ألف ليرة بعد ما كان في 2011 مع بداية الصورة بحوالي 47 ليرة الجحيم اللي فاد كله يعني فيه جحيم تاني جنبه وهو الفساد ومن كتر الفساد كتير من السوريين بقوا مش قادرين يعيشوا من غير ما هم كمان يرتكبوا أنواع من الجرائم عشان يكره فانتشرت السرقة لدرجة أن مقابر الأموات مسلمتش الخلاصة الحياة في سوريا بقت جحيم حرفيا والجحيم ده بطبيعة الحال عايش فيه كل السوريين بما فيهم الناس اللي كانوا مؤيدين لبشار بس مع كتر الفقر والجوع ومع زيادة فساد النظام ورجالته محدش مع مرور الوقت بقى بيهتم بكلام حوالين الحرب ضد الإرهاب أو ضد الميليشيات الكردية ولاي حاجة والغلايان زاد مع أول السنة دي يعني وكان فيه توقعات كتير أن فيه انتفاضة تانية هتحصل في سوريا بس المرة دي من مناطق سيطرة النظام بل من وسط أصدقائه وقد كان والشرارة كانت أخر الشهر اللي فات لما النظام بسبب ورطته الاقتصادية رفع أسعار الوقود اللي هو الإيرانيين يسرقوه والروس ينهبوه وهو يحلب شعبه قرار رفع أسعار الوقود الجديد طلع فجأة واتطبق فجأة بدون حتى تنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية هنا بقى الناس قالت ما بدهاش خصوصا وإن فيه مناطق مؤيدة البشار رغم تأييدها لي إلا إن سكانها حاسين بتهميش من زمان زي منطقة السويداء مثلا اللي هي معقل طيفة الدروس اللي طول عمرهم علاقتهم بالنظام معقولة وكويسة رغم إنهم دايما زي ما قلنا يعني شايفين إن هم بيتعرضوا لتهميش من الطايفة العلوية دي طايفة أسرة الأسد ومن قبل حتى ما الثورة تقوم ومع زيادة الغضب الشعبي ضد بشار يعني النظام كان مرتكز على منطقتين عامل حساب إن هم مؤيدين لي بإخلاف طبعا المناطق العلوية المنطقتين دول هم درعة والسويداء ولكن سبحان الله شرارة الثورة تنطلق من درعة بالتالي ما فضلش البشار غير السويداء عشان كده استغل الموضوع وقابل كذا مرة قيادات الدروز هناك ودهم وعود كلها تقريبا ما تنفذتش ورغم كده بشار استغل درعة الدروزية عشان يمثل دور حامي الأقليات الدينية وفضل دايما مخوف الدروز من الإرهاب بتاع الصور وبعد ما ظهرت داعش جات له الفرصة على طبق من دهب لدرجة إنه تواطق مع اعتداءات داعش على مناطق الدروز عشان يرجعوله كسدر حنيد ألعيب بشار لاحتواء الدروز فضلت مستمرة وبالتوازي معاها كان دايما خايف من درعة اللي انطلقت منها أول مظاهرات الصور عشان كده الأمن السوري حط على درعة حط مرعبة وبعدها النظام عمل اتفاقات مع الأهالي بشرط إنهم ما يسمعوا الكلام ومع ذلك ساب هناك مجموعات مسلحة وشبيحة جنب القوات الأمنية بس الفكرة إن الجوع لما بيقرس الناس ولما بيزيد عن حدود الاحتمال بيجي وقت محدش بيعمل حساب حتى الحياته وده اللي حصل للسوريين جوه أغلب مناطق سيطرة النظام وخصوصا درعة والسويداء درعة السنية والسويداء الدورزية اللي اتنين قالوا جاي من الجوع والقمع عشان كده لما طلع القرار الأخير برفع أسعار الوقود الشعر اللي فات تاني يوم بدأت المظاهرات في درعة والسويداء المظاهرات كانت بالأساس ضد الفقر والغلى ورفع الأسعار والجوع بس عشان خلاص الناس يعني بقت عارفة أصل المشكلة ظهرت فورا هتفات بالطالب بسقوط بشار ومن أول لحظة للمظاهرات كسب التعاطف كبير لأن الكل كفران بالنظام ومستني حد بس يبدأ عشان كده لما حصلت المظاهرات دي شجعت ناس حتى جوة دمشق نفسها وتظاهروا ضد الخرارات الاقتصادية الأخيرة أي نعم مظاهرات دمشق قليلة جدا لكنها حصلت وفضلت المظاهرات الأكبر في درعة والسويداء وانضمت مع الوقت مناطق تحت سيطرة النظام في حلب إلى أكتر من كده أن أهالي درعة بعتوا وفد منهم يشارك في مظاهرات السويداء وده مشهد نوعي جديد تماما بيقول حاجة مهمة وهي أن في وعي جديد بيتشكل بين السوريين مالوش دعوة بقى بالثورة السورية اللي بقالها 12 سنة وبيتجاوز الفروق الطائفية يعني سبب الوعي ده هو اقتناع الناس أن الأزمة مصدرها النظام مش أي حد تاني وأن رغم انتصار بشار على الثوار وتهجرهم وقتلهم واعتقالهم اللي أن المشاكل ما خلصتش ومش هتخلص دي لسه بتبدأ لأن الانهيار الاقتصادي مكمل السوريين بقوا مقتنعين أن الانهيار هيكمل رغم أن بشار رفع مرتبات موظفين الحكومة للضعف وده طبعا يعني إجراء بلح مالوش أي فايدة لأن أسعار الوقود زادت 200% يعني ضعفين مش ضعف الحاجة الأهم هي أن الليرة السورية ركبة الشلحات يعني بأضعاف أضعاف أي محاولة لإنقاذ الوضع بالتالي مهما عمل بشار خلاص ما فيش حل والأمر عشان كده واضح أن الناس فاهمين الألعاب دي فمش مدينها أي اهتمام ولسه المظاهرات مستمرة وبتزيد وبيحصل بينها تنسيق بشكل بيوحي أن في حاجة بتحصل أو بتتجهس الحاجة دي هي انتفاضة اجتماعية ممكن تبقى أكبر حتى من الثورة وصور بشار بتتحرق وتتقطع يوميا في المظاهرات دي في السويداء كمان باقة المطالب هي خروج النظام وأجهزته وأمنه من المنطقة كلها اللي هو بداية انشقاق جديد ممكن يضرب نظام بشار في مقتل لو كبر وكمل هنا بيظهر سؤال هو ليه بشار ما بيقمعش المظاهرات دي بالوحشية اللي عملها مع الثورة الإجابة ببساطة ليه كذا سبب يعني أولهم من زي ما قلنا احنا بنتكلم عن درعة اللي كانت ماهد الثورة والناس لسه فاكرة اللي عملوا الجيش والأمن السوري ومعهم الشبيحة وبالتالي لو النظام ادغاشم المرة دي هترد فوشه جامد والنظام واضح أنه فاهم ده ملف حساس لأن دي منطقة درزية وأي غشومية على طول هتقلب بصدام طائفي وهيبقى صدام مسلح لأن السويداء بالفعل فيها مجموعات مسلح ده غير ان بشار لو تغاشم على درعة والسويداء وقمع أي واحدة منهم بالوحشية اللي قمع بها الثورة المنطقة التانية هتولع أكتر لأنها هتعرف أن الدور جاي عليه والأمور هتفلد من إيده تماما وده الواضح أنه خايف منه دلوقتي ده كله بالإضافة لأن لو الأمور وصلت لاشتباكات مسلحة في درعة والسويداء كده بشار بيحط بإيده حجر أساس لثورة تانية وهو أصلا لسه مقلص من الأولانية في نقطة كمان وهي أن الأيام دي فيه اشتباكات من الميليشيات الكردية في دير الزهور وبين عشائر عربية مات فيها ناس كتير الاشتباكات دي حصلت بعدما الميليشيات الكردية اعتقلت شخص بتقوله أنه تاجر مخدرات بينتمي لداعش يعني النظام عنده خطر اشتعال الأوضاع تاني بشكل كبير بين الأكراد وبقايا داعش وفي النص العشائر العربية وده وضع هيسخن الجو وهيخلي من السهل أن العنف يعني يشتعل تاني في أي منطقة من اللي فيها مظاهرات الفكرة هنا أن مظاهرات درعة والسويداء وبعض المظاهرات اللي خرجت من دمشق صحيح أنها جاية في وقت بشار رجع فيه جامعة الدول العربية بس برضو جاية في وقت يعني بشار عنده فيه أزمات تانية كبيرة منها الوضع الاقتصادي والاشتباكات في دير الزهور وغيرها خصوصا أن بشار دلوقتي غالبا ما عندوش نفس الميزانية اللي ممكن يصرف منها على رجالته عشان يقمعوله الشعب زي من الثورة اللي فتت وكل ده بيخلي بشار يحسب حركته كويس جدا عشان الأمور ما تردش فوش السؤال هنا بقى هل مظاهرات درعة والسويداء ممكن تكون بداية لثورة جديدة الأكيد أن المظاهرات دي هي جزء من وعي جديد جوا سوريا عاوز يتخلص من أصل المشكلة اللي هو بشار ونظامه والأكيد برضو أن الأزمة الاقتصادية السورية مش هتتحل عشان كده وارد جدا أن اللي بيحصل في درعة والسويداء يكون بداية انتفاضة اجتماعية كبيرة وأي انتفاضة من أي نوع أكيد لها علاقة بالسياسة عشان كل ده صعب أنك يعنيه تصدر حكم نهائي على مستقبل المظاهرات دي لكنها في كل الأحوال ضربة قوية جدا لنظام بشار في وقت هو تخيل فيه أنه عدة من كل حاجة لكن لغاية ما نشوف المظاهرات دي هتوصل لفين فاللي بتقوله الاحتجاجات دي هو أن الحاكم العربي هو أصل المشكلة وأنه ما يعرفش يحل أي مشكلة على الإطلاق لأنه مش حاكم بجد ده بلطاجي استولى على السلطة بالدم وأن الناس هيجي لها لحظة لا محالة هتلاقي نفسها ما ينفعش هي والحاكم ده يكملوا مع بعض مهما حاولوا يمشي أمورهم معه بالسياسة ونشوفكم على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة